تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 472 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 112 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وضبطت أجهزة الوزارة أكثر من 18 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة كما تم ضبط قرابة 89 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وفيما يتعلق بمجال قضايا المخابس تم ضبط 723 قضية من بينها 138 قضية خبز ناقص الوزن و128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر